هادي هاي التشجيلات كلها ياتها تتمحور هلا طبعا مش هو بس يعني بس لأنه هاي دي التسريبات اللي معناها أو اللي ما عم نعرضها هلا حاليا تتعلق بالسيد شكر الله معلوف اللي هو تاجر أعلاف كبير بالبقاء هاي المخرج بس بيأخذ الصورة من عندي اللي هنشرح لكم عالم شكر الله معلوف بس لأن العالم تكون تهماني يعني عن شو عم نحكي فإذا هو السيد شكر الله معلوف منشوف أنه هو اتصالات اللي راح نعرضها هتكون تتناول ناس عنده بالشركة راح تكون بتتناول المستورد أو اللي عم بيستورد منه تاجر اللي عم بيضع على القرش اللي عم بيضربه هو إياه الفواتير المهرب بعملية التهريب على سوريا وأيضا الموظفين بوزارة الاقتصاد سواء اللي هو كان على تواصل معهم أو حكي عنهم أو هن حكيوا عنهم قدامه واللي هن تلما قلنا السيد محمد أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد السيد جيريوس برباري اللي هو مدير عام الحبوب والشمندر السكري السيد برونو زهر واللي هو مستشار وزير الاقتصاد السابق والسيد سيمون جابور واللي هو رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ما في اتصالات بينه بين السيد سيمون بس في موظفين مدراء بوزارة الاقتصاد عم بيحكوا عليه وفي السيد شكر الله عم بيحكي عليه شو بيعمل لغير تجار هو طبعا كل جزء كبير من هذه التسجيلات ما هيكون بس تسجيلات رح يكون ايضا مترافق مع مستندات وبتزام مستندات في جزء مننا تسرب لانا في جزء مننا نحنا بذلنا مجهود صحفي لندق فيها وفي جزء مننا نحنا جبناها لنكمل الصورة لانه هي اذا بدتكن عمليا الموضوع بيكون مثل انت عندك بازل وفي عندك قطع ناصة بدك تكملها مشان اتبكلها اتنا بقوله فه باول مرحلة رياض من التسجيلات اللي حنبلش فيها هلا لإلى علاقة بالسيد شكر الله المعلوف والسيد ايمن الحجاوي اللي هو التاجر الموجود بالتركية قلينا نشوف او شي بروفايل عن السيد شكر الله نتعرف عليه يعني معلش يعني نحنا انا سبقه وشرحته بس يارات نشوف بروفايل عنه للسيد شكر الله يعني بس العالم تعرف عليه نعم هذا هو السيد شكر الله تاجر كبير في البقاء يملك اسهم في العديد من الشركات مع افراد اسرته هذه هي الشركات يلي هو عنده اسهم فيها بالحد حتى عنده شركة بسوريا اله 51% من اسهمها نعم نشوفهم على هو كمان بعتقد مربوطة تجارة ببعضها بالتهريب على سوريا هلأ هذا يعني هذا الحلقة اللي جاي حيبين بمرحلة لأمور اذا التشجيلات اللي حنسمعها هلأ هذه هي مبان السيد شكر الله المعلوف والسيد ايمن الحجاوي اللي هو التاجر الموجود بتركيا اللي كان عم يبعط له سلفات الامونيوم اللي تستعمل سماد زراعي وكانت هايدي مدعومة على 3200 بداية وبعدين على 3900 بس المخرجي في صورة من عندي وسيعرفه بتكون الأمور واضحة من عندهم بين مين ومين التشجيلات بين السيد شكر الله وبين سيد ايمن حجاوي اللي هو صاحب شركة حجاوي اللي هو عم يستورد منه ونشوف ومحور هايدي التشجيلات بيكون هلأ اللي حنسمعه كيف عم يتفقوا على ضرب فاتورة ورفع سعرها لتحويل أموال للخارج وكيف كيفية استعادة هذه الأموال من بعد ما تقطع العملية خلونا نبلش بالدسيم وبأول تسجيل ايه دكتور صباح الخير كيفك لك حبيبي اذا فينا نعمل الفاتور طين بس انت طلعها من عند بس المشكل كيف بك طلعها من عندك طلعها من عندك ع السعر الغالي بيعمل لك مشكل شي فاهمني إذا أعرف شو بدي أعمل بالسلفات لأنه لحد لما وفقونا بالوزارة أو بتطلعها من عندك ع السعر الخيص أنا بعدي الفاتورة عندي بس تحويل المصاري بدي يرجع يأثر عليك شو بنا نعمل فيها شوف لي لأشوف كيف لازم نعملها يعني إذا أنت عملت لي سعر حقيقي أنا وصلت لعندي وفقولي بالوزارة بعدل أنا الفاتورة عندي بيأثر عندك مثل ما واضح رياض عم يسأل شو الآلية لحتى تعملي الفاتورة أنت وتبعتلي إياها ولا آلية تحول لك المصاري هل بتزبط بالتركية إذا أنا حولت مبلغ أكتر من المبلغ لهو قيمت لبضاع الحقيقي اللي هلا حنشوفه بالفاتورة بعد شوي خلونا نسمع السيد حجاوي شو بيرد علي وكيف بيقلو أنه بتزبط لأمور الله علي عم الفريد حياكم الله كيفك شو أخبارك إن شاء الله بخير عم الفريد أنت شوف أولا شو شو لأنفع لك هل أنت علي الفاتورة هاي الكميرشل ما عندنا مشكلة عليها متحكم فيها شان التحويل بكرة لنجل أفقولك إذا أفقولك عليها بدك تحول المجهور ما في مشكلة مثل ما عملنا هلأ يعني إحنا دائما لما يجي من عندك تحويل زيادة من الفواتير المستحقة ما شو مشكلة إحنا عدنا تقريبا أربع خمس شهور ستة شهور بعد ما أستلم منك المبلغ لازم أغطي لشركتك بيانات أخرى شحنات أخرى يعني يعني أسوأ احتمال بالأيام إذا ما شحنشي أو ظل فارق مبلغ بياناتنا أرجع أحول لكي هاي صيغة يعني هما ما يهمهم أنت شو اشتريت مني كانت تفهم صيغتهم هو الأفراق ما يهمهم يهمهم أنه كم طالع بيان طالع قيمة بيانات بمليون دولار لازم أنت من معلوف جايك مليون دولار الشاحن بين ما يهمنا الجايب للتحويلات ما يهمنا همت علي إذا ظل مثلا أنت بحولني مليون ومئتين هاي المليون ومئتين بيعفوها ما في مشكلة لستة شهور فعلى ستة شهور يطالبنا البن يقولنا خيوه فيه ثلاث مئتين ألف ما تغطيت فإحنا أدل أحد الخيارين أما نغطيها من بعدين ببضايع أخرى أو إنه مثلا قيوه نعملها استرجاع فهمت علي بحول لك إيها استرجاع المئتين ألف هاي الصيغة يعني أنت بتعود تمشي على هاي الصيغة فهمت علي خيار أنه خلاصة الحديث إشحن ولا يهمك سيد أحمد أيمن الحجاوي بلملك أنه بعات أنت برجع ببعات لك بضاع بدالهم وبالمناسبة برقم المليون دولار يلي ذكروا بش على سبيل يعني المجاز هذا شي حنشوفه بأنه حقيقي يعني آآ لا وغير أنه بلملك سيد حجاوي ما تطلع أنه البلد هون بيسمحلوا لسيد شكر الله أسهل من هيك خلوها نسمع شو برد عليها سيد شكر الله من بعد ما فسر له أنه هي سهلة بتتحولي المصريات معي أنا ستة شهر بالبانك عندي ما بيسألني يا ببعات لك بضاع بدالهم يا برجع بردلك الفرق المصاري اللي بنكون حوالناه زي هدي سيد شكر الله شو بيقوله بالنسبة لعيد الفاتورة حبيبي خلص بعتلي فاتورة بالسعر الحقيقي ومشوف شو بعمل أنا وياك بعدان برجع بحكين بعتلي فاتورة بالسعر الحقيقي تبع السلفات تبع الستة وعشرين أنه بعتها ونحن مندبرها سهلة لأمور كتير بالبلد هلأ حنسمع فويس ببعت له يا سيد شكر الله للحجاوي بيحكي فيه عن برونو برونو الزهر اللي هو مستشار وزير الاقتصاد راول نعمي هيدا الفويس هنسمعه هلأ وبآخر الحلقة حيبين معنا مين هو برونو وشو فيه معنى عليه لسيد برونو خلينا نسمعه للتسجيل حبيب برونو هاي مقدمي بسبع وعشرين احدى عشرين رايصر له شهرين وهيدا رقمه وهلأ ببعتلك صورة عن الفاتورة تبعه لسلفات الأمونياك معلوف تريدي هاي هو حاكي معه لبرونو وعملوا فورورد لايأكد له انه أنا مسايسر أموري مع الوزارة سالتي فيه فتوح فيه فتوح بلغة تهريب فيه فتوح مهوني مهوني ها 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 هلا الفاتورتان اللي عم يحكي عنهم حجاوي وشكر الله صاروا يعني طلب فاتورة خلونا نشوف الفاتورة الأساسية سعر الأساسي الريل بروفورما اللي هي ألف وتسعبين طون سعرهم ميتان ووحدة وسبعين ألف دولار سعر الطون مية وثلاثة واربعين دولار هاي الفاتورة اللي بعطها السيد حجاوي للسيد شكر الله بسعر سلفات الأمونيوم الطون مية وثلاثة واربعين دولار سعرها الإجمالي ميتان ووحدة وسبعين ألف دولار الفاتورة اللي انضربت بعدها المضروبة المضروبة 2000 طون سعر الطون 240 دولار بيطلع اجمالي المبلغ 480 ألف دولار بس ما يجرب يقول لأنه 2000 طون هي ذاتها شالهم هالعشرة طون بعدها هلأ منشوف معنا بالمستندات الباقي كيف انشاله هلأ راح نفرجيك وان انشاله معلأ لأنك هلأ هذا اللي كنت عم يقول أنه نحن منكمل البوزل لأنه هاي دي فاتورة حقيقية مبعتت وانضربت بفاتورة خلونا نشوف الفرق بين الفاتورتان اللي هو فيهم مبلغ 209 ألف دولار هون عم نشوف الفاتورتان حقيقية 21 ألف واللي ضربها السيد شكر الله وقدمها لمصر في لبنان اللي هو وزارة الاقتصاد اللي هي 480 ألف دولار واللي أخد موافقة عليها لتحويل أموال على مبلغ 93 ألف كيف نعرف يا عادي أنه أخد فاتورة على الأربعمية خلينا نشوف ميلة المستندات يلا نشوف الطلب لقدمه هذا الطلب الدعم الموافقة على الدعم لقدمه لوزارة الاقتصاد ليه فيه 2480 ألف للألفين طون هلأ بنرجع على القصة الألفين ولا مية وتسعة وتسعة ولا ألف وتسعمية ولا ألف وتسعمية كيف شو عملنا يا هادي ما فيه أنت بس تستورد شو بدك تعمل بدك تبعط بياناتك بدك تفوت لبضع بدي يكون إلا هادي بدي يكون إلا وبيانة يا أنفور لعيونك هادي فينا نجيبها نحنا كمان أحسن ما يقل لك أنه وليك فواتير ورمية بتقول له لا بلا فينا نجيبها نحنا هادي يلا فرجونا على بوليست الشحن إذا كنت مفكر أنه ما فينا نجيبها وإذا منفوت على بوليست الشحن يعني حتى مرنوا مضطر يعمل مكتوب هادي بوليست الشحن على نفس الباخرة هتحمل الألف وتسعمية طون وفيه سبعمية طون نيترات أمونيوم ملفهم بعدين هذا ملفهم أمني أكثر من هو سرق الدعم بس بس اقتصاد أمن عم نحكي بس خليني هون بيهول هيا نشوف ديو ديليفيري أوردر إذن التسليم يعني لما وصلت الباخرة وإجا لمخلص الترانزيتاء طبعا وليه هو ديو لو سمحته ها بنشوف بالديليفيري أوردر قده بتسير ألف وتسعمية ألف وتسعمية طون كرمال هاك البيان رح يتصحح على أساس لأنه أنت بتقدم بيانك على أساس الديليفيري أوردر مش على أساس الفاتورة من السلام فيها يلا نشوف بيان لأيان فور بيان اللي قدم صرح كيف صرح جمركيا عن هذا الموضوع هل صرح عليهم 200 ألف ولا صرح عليهم أربعمية نشوف البيان الجمركي ومنلاحظ أنه هو صرح عليهم بقيمة أربعمية وخمسين ألف دولار لأنه نزلت نزل الوزن عشرة طون عشرة طون عشرة طون على الأد إذا بين حسبوا ما بده كتير يعني تزاكل عملية نعرف أربعمية وستة وخمسين ألف دولار مية بالمية وألف وتسعمية طون باعتقد تشجيلات وثائق بعد فيه بس لحولات باعتقد بدي زيدك أكتر شوه خلينا نشوف تصفية الحسابات لحوالي بان شكر الله المعلوف على أي سعر حاسبه للحجاوي بعيدا عن أنه مصر في لبنان قديش حاسبه خلونا نشوف هو دفع له أربعمية ولا ميتان يلا هايدا ها هايدا كشف حساب بان شكر الله المعلوف وشركة حجاوي حاسبه على الميتان وواحدة وسبعين ألف دولار يعني الميتان الباقيين الفرق نقرض وهون تحت الرقم قديه مليونان فيه مليونان وشوي يعني هو فيه شغل بيناتهم بمليونان دولار مين بالمين هولي عنها الفترة تقريبا صح؟ ملاقا يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة